في الوقت الذي تمارس فيه الصين خطوات تصعيدية ضد تايوان التي زارتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي مؤخراً نانسي بيلوسي لدعمها ترى الولايات المتحدة أن سلوك الصين ضدها وضد تايوان لا مبرر له وأن بكين استغلت زيارة بيلوسي من أجل التصعيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وفي أحدث ردود فعل بلاده اعتبر إطلاق الصين صواريخ حول تايوان تصعيداً وصفه بغير المتناسب مع حجم الأزمة وغير المبرر خاصة أن الولايات المتحدة أوضحت للصين مراراً أنها لا تسعى لحدوث أزمة وذهب بلينكين أبعد في توضيح موقف بلاده من تايوان مؤكداً على أنه ثابت لم يتغير وأنه لن يخضع لما وصفها بالاستفزازات الصينية بالرغم مما تقوم به بكين حالياً في منطقة مضيق تايوان من مناورات عسكرية وإطلاق للصواريخ الباليستية باتجاه المياه المحيطة بساحل تايوان وتتزايد المخاوف من أن الوضع سريع الحركة يمكن أن يؤدي إلى مواجهة قد تخرج عن نطاق السيطرة وبينما تقول بكين أن التدريبات والمنورات العسكرية رد عنصار من ضد الولايات المتحدة بشأن تايوان وتحذير جاد لمؤيدي استقلال الجزيرة فإن وزارة الدفاع التايوانية تؤكد أنها سترد بشكل مناسب في الوقت المناسب متهمة الصين بتقويض السلام والاستقرار الإقليميين ويرى محللون أن تحركات الصين قد لا تهدد بشكل مباشر القوات البحرية الأمريكية بالمنطقة إلا أنها قد تزيد من احتمالية حدوث أخطاء في الحسابات وتزيد أيضا من احتمالية رد تايوان على ما تسميه بالاستفزازات الخطيرة فيما يرى آخرون أن هدف تطويق وحصار الصين لتايوان هو الاستعداد للقتال العسكري معها إذا اضطرت إلى ذلك الأزمة الحالية بين الصين والتايوان والولايات المتحدة التي تتفاقم أحداثها يوميا تأتي لتضيف بعدا آخر للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها العالم نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي توصف تداعياته بالكارثية ترجمة نانسي قنقر